في نهاية الدور قفلت بمنزلقة لبداية الدور اتناشر هبدأ بارتفاح سلسلة غير محسوبة وعمود في نفس العمود اللي انا فيه همشي برضو مجموعة اعمدة زي الدور اللي فات كان عندي في الدور اللي فات تسعة عمود في الدور ده هيكون عندي تمانية عمود الدور ده شبه الدور اللي فات فيش غير اختلفات اختلف بسيط خالص كده تمانية عمود هفوت اخر عمود هعمل تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة فوق اول عمود هعمل عمود كان عندي فيه مجموعة الاعمدة هنا والفراغات في الدور اللي فات كان عمود اتنين سلسلة في الدور ده هعمل تلاتة سلسلة يعني هيبقى تلاتة سلسلة وعمود تلاتة سلسلة عمود تلاتة سلسلة للنهاية مش هيكون فيه اتنين سلسلة خلص فتلاتة سلسلة عمود تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة عمود فوق العمود واحد اتنين تلاتة سلسلة عمود فوق العمود وتلاتة سلسلة عمود فوق العمود واحد اتنين تلاتة سلسلة عمود فوق العمود واحد اتنين تلاتة سلسلة عمود واحد اثنين ثلاثة سلسلة اخر عمود عندي هنا ثلاثة سلسلة بعد واحد اثنين ثلاثة وهفوت اول عمود بعد الكورنر وهعمل عمود في العمود اللي بعده وفي الجزء ده يكون في عندي تمانية عمود في المجموعة دي تمانية بعد كده الجزء ده زي ما هو في الاطوار اللي فاتت في ستتش وفي ستتش تاني بعدها وعمود في اول عمود دي بقى الدور ده زي الدور اللي فات ما فيوش اي اختلاف غير بس بدل اتنين سلسلة في الكونر بين الاعمدة هتبقى تلاتة سلسلة وبدل تسعة عمود هتبقى تمانية عمود بفرق برضو العمود الاخير قبل الكورنر والعمود الاول بعد الكورنر واعيد تاني بنفس الطريقة زي ما اشتغلت هنا كل الفراغات هنا في الكورنر تلاتة سلسلة تلاتة سلسلة عمود تلاتة سلسلة عمود تلاتة سلسلة عمود وهكذا وهنا تلاتة سلسلة برضو ما ننساش عمود بعد الكورنر مش بشتغل فيه وعمود قبل الكورنر مش بشتغل فيه وهكذا ومجموعة التمانية سلسلة تمانية قصدي عمود واتنين فيستش وتمانية عمود هكمل كده لنهاية الدور وارجع لكم. في نهاية الدور قفلت بمنزلقة. لبداية الدور آآ تلاتاشر هبدأ بارتفاع سلسلة غير محسوبة وعمود في نفس العمود. في الدور الاطناشر كان عندي آآ تمانية عمود. في الدور ده هيكون عندي سبعة عمود بنفس الطريقة اللي بفوت بها عمود في آخر آآ آخر عمود في مجموعة مجموعة العمدة هنا مش هشتغل في العمود ده عملت هنا سبعة عمود في الجزء بتاع الكورنر آآ في الدور تلاتاشر هعمل تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة اول عمود عندي هشتغل فيها تزايد اتنين عمود في نفس الغرز عمود وعمود تاني في نفس الغرز بعد كده هعمل سلسلة فراغ في العمود التاني في العمود التاني هشتغل اتنين عمود واحد اتنين بعد كده تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة واتنين عمود تاني في نفس الغرزة فوق العمود التاني يبقى العمود تلاتة سلسلة اتنين عمود بعد كده هعمل سلسلة واحدة فراغ فوق العمود التالت هشتغل اتنين عمود او تزايد سلسلة فراغ فوق العمود الرابع هشتغل زي العمود التاني اتنين عمود اتنين تلاتة سلسلة اتنين عمود في نفس الغرز بعد كده سلسلة فراغ في العمود الخامس هشتغل زي الاول والتالت تزايد اتنين عمود في نفس الغرزة سلسلة واحدة فراغ في العمود السادس هشتغل زي العمود التاني اتنين سلسلة اتنين عمود اسفة تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة اتنين عمود تاني في نفس الغرزة في اخر عمود عندي هعمل بعد الجزء ده هعمل سلسلة وهي هعمل في اخر عمود تزايد او اتنين عمود في نفس الغرزة بعد كده تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وهي هفوت اول عمود من مجموعة الاعمدة وهي هروح على العمود التاني اعمل فوقية عمود واشتغل سبعة عمود يبقى الجزء بتاع في الدور ده فيه شغل مختلف مش كل الاعمدة زي بعض زي الدور اللي فاتوا اللي قابلوا بشتغل تلاتة سلسلة تزايد بعد كده بشتغل اتنين عمود تلاتة سلسلة اتنين عمود فوق العمود التاني سلسلة فراغ اتنين عمود سلسلة فراغ اتنين عمود تلتة سلسلة اتنين عمود سلسلة فراغ اتنين عمود تلتة سلسلة اتنين عمود سلسلة فراغ اتنين عمود او تزايد وتلاتة سلسلة اقرر في مجموعة الامضة. الشكل ده في كل هيكون عندي نفس الشغل. بعد هنا السبع عمود. الجزء بتاع هو هو نفس الشغل زي الادوار اللي فاتت في العمود التاني من الفيسترش الاولانية وفيسترش في العمود الاول من الفيسترش التانية. وسبعة عمود. انا كده بدأت اكرر. ما ننساش قبل الكورنر بفوت اخر عمود. وبعد الكورنر بفوت اول عمود. كده هنا مش هشتغل في العمود ده. تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. اول العمود بعمل فيه تزايد اتنين عمود. سلسلة واحدة فراغ. والعمود التاني اتنين عمود. واحد اتنين تلاتة سلسلة. اتنين عمود تاني في نفس المكان. سلسلة واحدة فراغ. العمود الجاي تزايد. سلسلة واحدة فراغ. العمود الجاي اتنين عمود تلاتة سلسلة اتنين عمود. وهكزا يعني عمود بشتغل في تزايد وعمود بشتغل في اتنين عمود تلاتة سلسلة اتنين عمود وبين كل شغل فيه العمود الاول والتاني وبين كل شغل في الاعمدة من الدور اللي فات بعمل سلسلة واحدة فراغ. بعد كده تزايد. سلسلة واحدة فراغ. اللي جاي اتنين عمود. واحد اتنين تلاتة سلسلة اتنين عمود. سلسلة واحدة فراغ. اخر عمود عندي بعمل فيه تزايد. زي اول عمود. بعد كده تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. افوت اول عمود بعد الكورنر واشتغل فيه العمود التاني. سبعة عمود في الجزء الاول من الضلع. بعد كده اتنين وسبعة عمود تاني. وهكزا لنهاية الدور. هكمل كده نفس الطريقة. وارجع لنهاية الدور قفلت بمنزلقة ولبداية الدور اربعتاشر. آآ عندي اه ارتفاع سلسلة غير محسوبة وعمود في نفس العمود. في الدور ده هيكون عندي آآ ست عمود. آآ في مجموعة الاعمود. آآ فوق اول ست عمود وهفوت اخر عمود. في الكورنر هشتغل تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. عندي هنا اتنين عمود. هعمل عمود فوق كل عمود. كل مجموعة التزايد في الكورنر هشتغل عمود فوق كل العمود. كان عندي بين آآ الشغل هنا بين ده وده وده وده. كان عندي سلسلة واحدة فراغ في الدور ده هيكون عندي اتنين سلسلة فراغ. طيب عندي اتنين عمود. اتنين سلسلة. في الكورنر الصغير ده او الصدفة الصغيرة دي هشتغل جواها اتنين عمود. واحد اتنين تلاتة سلسلة اتنين عمود. بعد كده اتنين سلسلة فراغ واحد اتنين وعمود فوق كل عمود من الاتنين عمود. بالشكل ده. اتنين سلسلة واحد اتنين. في فراغ التلاتة سلسلة هنا هشتغل اتنين عمود. واحد اتنين تلاتة سلسلة واتنين عمود. بعدها اتنين سلسلة واحد اتنين. في الاتنين عمود التزايد اشتغل عمود فوق كل عمود. اتنين سلسلة. في الصدفة او في فراغ التلاتة سلسلة اشتغل اتنين عمود واحد اتنين تلاتة سلسلة اتنين عمود اتنين سلسلة واحد اتنين وفي التزايد اخر تزايد عندي هعمل عمود فوق كل عمود بعد كده تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة بعد الكورنر بفوت اول عمود وهاشتغل في العمود التاني ده مش هشتغل فيه الاول وهاشتغل فيه التاني في المجموعة دي بيبقى عندي ستة عمود اتنين بيستتش زي الادوار اللي فاتت نفس الشغل في الادوار اللي فاتت بالزبط ما فيش اي تغيير بعد كده عمود فوق اول عمود وانا كده بدأت اقرر ستة عمود بفوت اخر عمود في المجموعة هنا اللي هو العمود اللي قبل مش بشتغل في تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة في التزايد بعمل عمود فوق كل عمود اتنين سلسلة فراغ في فراغ التلاتة سلسلة بشتغل صدفة جديدة او جديد اتنين عمود واحد اتنين تلاتة سلسلة اتنين عمود في نفس المكان اتنين سلسلة فراغ في التزايد اللي جاي هشتغل عمود فوق كل عمود اخلي بالي ان انا بشتغل في التزايد مش في الاتنين عمود بتوع الصدفة اللي قبلها عشان ما اتلغبطش اتنين سلسلة صدفة جوه صدفة تلاتة سلسلة اتنين عمود اتنين سلسلة في التزايد اعمل عمود فوق كل عمود اتنين سلسلة صدفة في الصدفة اتنين عمود تلاتة سلسلة اتنين عمود واحد اتنين سلسلة واخر تزايد عندي اعمل في عمود فوق كل عمود هنا تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وبفوت اول عمود من مجموعة الاعمدة بعد الكورنر العمود التاني اعمل عمود وعمود فوق باقي الاعمدة هيكون عندي ستة عمود واكرر تاني اتنين فيستتش فوق الاتنين فيستتش من الدور اللي فات في نفس المكان واكمل كده بنفس الطريقة لنهاية اه الدور وارجع لكم نكمل مع بعض بناية الدور افعلت بمنزلقة وللدور الجديد ارتفع سلسلة غير محسوبة وعمود في نفس العمود في الدور ده هيكون عندي خمسة عمود في مجموعة الاعمدة هنا هفوت اخر عمود بعد كده في الكورنر هشتغل الكورنر الدور ده زي الدور اللي فات بالزبط ما عادة اه بين الاتنين عمود والصدفة هيكون في تلاتة سلسلة بدل اتنين سلسلة بعد المجموعة الاعمدة هعمل تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وعمود فوق العمود تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة صدفة جود صدفة الدور ده سهل جدا مفوش اي حاجة الصدفة عبارة عن اتنين عمود تلاتة سلسلة اتنين عمود تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة اتنين عمود تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة صدفة جواد صدفة واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة سلسلة واتنين عمود عمود فوق العمود واحد اثنين ثلاثة سلسلة صدفة جوة صدفة يبدور ده كده كل الفراغات اللي فيه هي عبارة عن ثلاثة سلسلة واحد اثنين ثلاثة الجزء اللي فيه الكورنر كل الفراغات ثلاثة سلسلة قبل الكورنر وبعد الكورنر يعني هنا بعد الاثنين عمود دول برضو ثلاثة سلسلة واحد اثنين ثلاثة هفاوض اول عمود وهيكون عندي خمسة عمود في مجموعة الاعمدة هنا واثنين بيستاتش زي الادوار اللي فاتت عمود اثنين سلسلة عمود في نفس المكان في العمود اللي بعده عمود اثنين سلسلة عمود وارجع اكرر خمسة عمود يبقى الدور ده سهل وبسيط هو هو نفس الدور اللي فات معادة اه بين الشغل هنا في الكورنر بدل ما كان اثنين سلسلة بقى تلاتة سلسلة فكده كورنر كله بقى تلاتة سلسلة الفراغات اللي في الكورنر كلها تلاتة سلسلة وخمسة عمود بدل ستة عمود هكمل كده لنهاية الدور ده وارجع في نهاية الدور افعلت بمنزلقة ولدور خمستاشر عندي ارتفاع سلسلة غير محسوبة وعمود فوق العمود كان عندي في الدور اللي فات خمسة عمود في الدور ده هشتغل اربعة عمود بس هفوت برضو اخر عمود وهعمل تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة هروح على الاتنين عمود اشتغل عمود فوق كل عمود بعد كده كان عندي تلاتة سلسلة هعمل في الدور ده فويهم اتنين سلسلة بس واحد اتنين وهروح على الصدفة اللي هنا هشتغل عمود فوق العمود الاول عمود فوق العمود التاني بعد كده هعمل تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة في فراغ التلاتة سلسلة هعمل غرزة حشو وأربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة أربعة غرزة حشو تاني في فراغ التلاتة سلسلة تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وهي عمود فوق كل عمود من عمودة الصدفة نفسها اللي بقى الصدفة اشتغلت فيها اتنين عمود فوق الاتنين عمود الاولانيين تلاتة سلسلة في فراغ التلاتة سلسلة هعمل حشو وأربعة سلسلة حشو بعد كده تلاتة سلسلة اتنين عمود فوق الاتنين عمود اللي جايين من الصدفة بعد كده اتنين سلسلة واحد اتنين عمود فوق العمود عمود فوق العمود الدول الاتنين عمود علي هما كانوا تزايد يفضلوا معايا اتنين عمود مكملين هكرر ثاني تلاتة سلسلة ا؛ اتنين سلسلة قصدي واحد اتنين كل تلاتة سلسلة من الدور اللي فات بين الشغل بتاع الصدفة والاتنين عمود هخاليهم في الدور دا اتنين سلسلة الصدفة اللي جاية حشو فق الأمود تلتة سلسلة واحد اتنين تلاتة حشو في فراغ 3 سلسلة 4 سلسلة 1, 2, 3, 4 غرزة حشو في فراغ بنفس الفراغ بتاع الصدفة 3 سلسلة 1, 2, 3 وعمود فوق كل عمود من أعمدة الصدفة بعد كده 2 سلسلة 1, 2 عمود فوق كل عمود اتنين سلسلة واحد اتنين الصدفة نفس الشغل اتنين عمود واحد اتنين تلاتة سلسلة حشو اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة حشو في نفس الفراغ تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة اتنين عمود من اعمدة الصدفة اتنين سلسلة واحد اتنين اتنين عمود اتنين سلسلة واحد اتنين خلص كده الكورنر هنا ده تلاتة سلسلة مش اتنين سلسلة بعد اخر اتنين عمود بعمل تلاتة سلسلة هفوت اول عمود وهي هروح على العمود التاني اعمل فوق عمود عندي اربعة عمود في مجموعة الاعمدة هنا في الدور ده في الجزء بتاع الاتنين فيستتش هنا مش هشتغل فيهم فيستتش في اول عمود من الفيستتش هشتغل عمود في فراغ الاتنين سلسلة هشتغل عمود واحد في العمود اللي جاي بتاع الفيستتش الاولانية هعمل عمود الفيستتش التانية العمود الاول بتاحها هعمل فوق عمود فراغ الاتنين سلسلة هعمل في عمود عمود الفيستج الأخير هعمل فوق عمود وأشتغل أربعة عمود من الأربعة عمود اللي جايين أنا كده بدأت أكرر وهفوت آخر عمود عندي يبقى المجموعة هنا أو جزء بتاع الأعمدة كان عندي في الدور اللي فات خمسة عمود اتنين فيستج خمسة عمود في الدور ده هيبقى عندي عشرة أربعتاشر أسفة أربعتاشر عمود أربعة عمود فوق الأعمدة ستة عمود في الاتنين فيستج وأربعة عمود في الأربعة عمود اللي جايين فهيبقى عندي مجموعة أربعتاشر عمود بعد كده أرجع أكرر تاني ثلاثة سلسلة واحد اتنين ثلاثة وعمود فوق كل عمود هنا اتنين سلسلة واحد اتنين في الصدفة أعمل اتنين عمود واحد اتنين ثلاثة سلسلة حشو في فراغ الثلاثة سلسلة بعد كده أربعة سلسلة واحد اتنين ثلاثة أربعة حشو ثمان في فراغ الثلاثة سلسلة وأعمل ثلاثة سلسلة واحد اتنين ثلاثة وعمود فوق كل عمود من أعمدة الصدفة اتنين سلسلة واحد اتنين عمود فوق كل عمود اتنين سلسلة الصدفة نفس الشغل اتنين عمود واحد اتنين ثلاثة سلسلة حشو اربعة سلسلة واحد نين تلاتة اربعة حشو تلاتة سلسلة واحد نين تلاتة بعمود فوق كل عمود من اعادة الصدفة واحد اتنين سلسلة اتنين عمود اتنين سلسلة في الصدفة نفس الشغل اتنين عمود تلتة سلسلة حشو واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة حشو في نفس المكان تلتة سلسلة اتنين عمود اتنين سلسلة واحد اتنين وعمود فوق كل عمود تلتة سلسلة بعد اخر اتنين عمود هنا واحد اتنين تلاتة وهفوت اول عمود في العمود التاني هشتغل عمود عندي هنا كده اربعة عمود في قرز هعمل عمود فوق عمود في فراغ الاتنين سلسلة عمود فوق العمود عمود فوق العمود عمود في فراغ الاتنين سلسلة عمود فوق عمود الفيستج واربعة عمود من مجموعة الاعمداء اللي جاية واكرر بنفس الطريقة لنهاية عمود paying اعمر Jamie اشتغل الان اشتغل شكرا